بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا نوهنا قبل كده أن الوحدات بتاعتنا اللي احنا هندرسها خلال الفصل الدراسي الأول هما أربع وحدات اتكلمنا عن واحدة منهم والوحدة الثانية اتكلمنا عن مخرج تعلم فيهم بس احنا هنعمل مراجعة سريعة مع بعض كده عن الوحدات اللي هيتم دراسها خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة فني إنتاج المحاصيل احنا هندرس السنة دي في الفصل الدراسي الأول أربع وحدات الوحدة الأولى بتتكون من مخرجين من مخرجات التعلم والوحدة الثانية تتكون من مخرجين من مخرجات التعلم والوحدة الثالثة تتكون من ثلاث مخارج من مخرجات التعلم هتدرس منها في الفصل الدراسي الأول مخرج واحد فقط وأما المخرجين من الثانيين هتدرسهم في الفصل الدراسي الثاني وكذلك الوحدة الرابعة هي وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الحبوب فيها ثلاث مخارج تعلم هتدرس منها مخرج تعلم واحد في الفصل الدراسي الأول ومخرجين من مخرجات التعلم في الفصل الدراسي الثاني إذن الوحدتين الأخرى التالتة والربعة تسمى وحدات ممتدة يعني وحدات ممتدة يعني هتدرسها طول السنة على مدار الفصلين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني إحنا النهاردة هنتكلم مع بعض عن وحدة إعداد الأرض للزراعة وحدة إعداد الأرض للزراعة زي ما قلنا هي بتحتوي على مخرجين من مخرجات التعلم أول مخرج تكلمنا فيه اللي هو يحكم على جودة الحرس يحكم على جودة الحرس التي كلمنا فيها عن الحلقة السابقة أما الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن المخرج الثاني وهو يحكم على جودة التسوية والتخطيط تعالوا إحنا هنشوف مع بعض هنراجع مع بعض على السريح كده خطوات الوحدات اللي هي هندرسها وحدات الصف الأول في الفصل الدراسي الأول رقم واحد وحدة تسميد الأرض قبل الزراعة وإحنا درسناها وشرحناها كانت تحتوي على يسمد الأرض بالأسمدة العضوية ويسمد الأرض بالأسمدة الكيموية قبل الزراعة المخرجين التعلم اللي فيها الوحدة الثانية وحدة إعداد الأرض للزراعة وهي اللي هنتكلم عن المخرج الثاني منها النهاردة أما المخرج الأولاني كان حارت تكلمنا عن الحلقة السابقة الوحدة الثالثة وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصيل الأعلاف لخضراء وهي بتحتوي على ثلاث مخارج من مخرجات التعلم اول مخرج اللي انت هتدرسه اللي هو تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محصول البرسيم المصري والمخرجين التانين في الفصل الدراسي الثاني اذا الوحدة دي بتسمى وحدة ممتدة الوحدة الرابعة هو وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الحبوب وفيها ثلاث مخارج من مخرجات التعلم انت ده هتدرس في الفصل الدراسي الاول مخرج واحد وهو تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محصول الامح اما المخرجين التانين في الفصل الدراسي التاني اذا الوحدة الرابعة كذلك وحدة ايه ممتدة الوحدة الثانية وحدة اعداد الارض للزراعة اللي احنا فصدت الكلام عنها النهاردة تحتوي الوحدة الثانية على مخرجين من مخرجات التعلم وهم ايه بقى المخرج تعلم رقم واحد يحكم على جودة الحرس وده شرحنا في الحلقة السابقة واحنا عرفنا ازاي نحكم على جودة الحرس وتكلمنا عنه باستفادة وقلنا تعريف الحرس هو تفكيك واصارة الطبقة السطحية للارض على عمق يتراوح ما بين 15 الى 40 سنتي وقلبها كليا او جزئيا وحكمنا على جودة الحرس من خلال معايير الاداء بتاعتنا اللي هي الحرس بتاعي لما اعدت حكم عليه انه خالي من وجود قلقيل او مضر الموجة الحرس مستقيمة بقايا المحصول السابق تم دفنها كلين في الطربة اكتلاع الحشائش بالكامل لا توجد ارض اس اسات في الحقل بتاعي واحنا عرفنا الارض الاسات ايه هي اللي هي اللي هي القلنا الارض المحروصة الموجودة في وسط الارض ايه التي تم ايه حرسها اما مخرج التعلم رقم 2 يحكم على جودة التسوية وتخطيط الاداء موضوع دراستنا ايه النهاردة مخرج تعلم رقم 2 يحكم على جودة التسوية والتخطيط احنا دلوقت حارتنا الارض بتاعتنا وعايزين نسويها ونخططها بعد ما طبعا ايه عملنا ايه سمدناها بالاسمدة العضوية قبل ايه الزراعة وضفنا كمية كومبوس او سماد البلدي او الطامي ايا كان نوع اه سماد العضوي اللي انا ضفته مع الاسمدة المعدنية زي سماد سوبر الفوسفات وبعد كده بدأت احرة الارض بتاعتي وحارتها سواء كحارتها وشين او حارتها تلاتة وشين او تلاتة يعني حارتتين او تلاتة بنسميها حارتة اولى وحارتة تانية اسم كل حارتة فيهم في الحلقة السابقة لما قلنا الحارتة الاولى تسمى فك الحارتة التانية تسمى التاني الحارتة التالتة تسمى ايه تتليد دلوقتي احنا علشان نبدأ نزرع ونعدد المهد بتاعنا لانباة البزور هنكمل باقي العمليات اللي هي ايه للإعداد وهي التسوية والتخطيط تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيتم في عملية التسوية الهدف من تدريس هذه الوحدة تهدف هذه الوحدة لأجساب الطالب المهارات والمعارف والسلوكيات المتعلقة بعملية اعداد الارض ايه للزراعة وتقييم عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بذلك وتحديد انواع الالات المناسبة لاعداد الارض والحكم على جودة اجراء عمليات الحارس والتسوية والتخطيط طيب معايير الاداء اللي بخرج التعلم رقم اثنين اللي هو المعيار المخرج التعلم اللي عندي اللي هو رقم اثنين يحكم على جودة التسوية والتخطيط عندي كم معيار أداء هنحكم عليه معايير الأداء لمخرج التعلم رقم 2 اللي هو يحكم على جود التسوية والتخطيط رقم 1 يختار الألات المناسبة للتسوية والتخطيط وفقا لنوع الأرض والمحصول يبقى أنت كده في أول معيار بتختار الألات المناسبة للتسوية والتخطيط وفقا لنوع الأرض والمحصول ليه لنوع الأرض والمحصول؟ لأن مش كل المحاصيل عندي بتتزرع على مسافة واحدة أو بمعدل تخطيط واحد فيه ممكن يتزرع على خطوطه فيه يتزرع ايه على مصاطب تعالوا نشوف المعيار التاني يحكم على كفاءة اجراء عملية التسوية وفقا للمواصفات يحكم على كفاءة اجراء عملية التسوية وفقا ايه للمواصفات يعني انت الوقت انا عندي قصبية او عندي ليزر او عندي الات التسوية ونزلت الحقلة عندك بدأت اسويلك الحقل بتاعك وقبل بطلع انت لازم انت تحكم على جودة التسوية تقولي التسوية دي مظبوطة او مش مظبوطة من خلال الحكم بتاعك اللي احنا هنتعرف عليه ان شاء الله من خلال حلقتنا النهاردة ازاي تحكم على جودة ايه التسوية المعيار التالت يحكم على كفاءة اجراء عملية التخطيط طبقا لشرطها يحكم على كفاءة اجراء عملية التخطيط طبقا ايه لشرطها يعني ايه شروطها زي احنا ما تكلمنا وقلنا ان كل المحاصيل مش كل محصول معدل التخطيط بتاعه واحد وهنعرف معدلات التخطيط المناسبة لمحاصيل ايه المختلفة عن بعضها يعني معدل تخطيط الدراء غير معدل تخطيط القطن غير معدل تخطيط السمسم وباقي المحاصيل تعالوا نشوف مع بعض عملية التسوية ايه هي عملية التسوية قالك تحتاج الارض الى تسوية سطحها كل اربع الى خمس سنوات يعني كده عملية التسوية انا بعملها للارض بتاع كل اربع ايه لخمس سنوات لا تجرى ايه سنويا حيث ان اجراء عمليات اعداد الارض للزراعة من حرص وتخطيط وتبتين باستمرار يؤدي الى وجود مرتفعات ومنخفضات في بعض اجزاءها مما يؤدي الى صعوبة ضبط عملية الرأي فيما بعد بمعنى ايه الكلام ده بمعنى ان انا دلوقت اثناء اعداد الارض للزراعة لو انا مش هعمل عملية تسوية عملية الحرص والتخطيط والتبتين بتبدأ تجمع لي الاتربة او تجمع لي التربة الزراعية بتاعتي في بعض الاماكن فبيبدأ عندي ظهور ايه مرتفعات ومنخفضات في الارض فبطعيك عندي عملية الرأي وبتصعب علي عملية الرأي فبالتالي انا بلجأ لعملية ايه التسوية علشان ازبط الميل او الانحضار الطبيعي للارض علشان يسهل معي عملية ايه للارض بحيث ان وقت الرأي ما يبقاش عندي اماكن غير انا واماكن عشان المياه ايه لم تصلها النقطة اللي بعد كده تعريف التسوية ايه هي تعريف التسوية هي عملية يقصد بها نقل التربة من الاماكن المرتفعة الى الاماكن المنخفضة لتسوية سطح الارض مع حفظ الانحضار الطبيعي للارض من رأس الحقل الى زيله او حسب الانحضار المطلوب طيب نقف ديها عند تعريف التسوية ونقره تاني ونفهمه هي عملية يقصد بها نقل التربة منين من الأماكن المرتفعة الأماكن المنخفضة لتسوية سطحي التربة مع حفظ الانحضار الطبيعي يعني حفظ الانحضار الطبيعي أي أرض لها انحضار طبيعي خلقوا بها ربنا سبحانه وتعالى على سبيل المثال إحنا لو خدنا التربة المصرية عمتا وإسنا ميزان من السد العالي فأسوان مع نهر نيل لحد إسكندرية لحد البحر الأبيض المتوسط هنلاقي إيه هو سبب سرايان مية النيل من أسوان لحد ما تنزل البحر الأبيض المتوسط السبب في ذلك الحضار الطبيعي طبعا الانحضار بيختلف من بداية المنبع لنهاية المصاب بمعنى لو إحنا إسنا معدل انحضار الطبيعي للأرض في التربة المصرية موجود من السد العالي حتى البحر الأبيض المتوسط هو حوالي 55 متر شايفين الفرق ده اسمه إيه انحضار يعني السد العالي يرتفع عن البحر الأبيض المتوسط حوالي 55 متر ده سطح إيه الأرض فبالتالي هو ده اللي تسبب في سرايان المية في الاتجاه اللي احنا عارفينه وبنشوفه فين في نهر النيل يبقى أنا كده بذبط الانحضار إيه الطبيعي أو الحضار المطلوب ايه هو الانحضار المطلوب أنا بقول لبتاع الجرار أو الأصابية اللي هيشتغلي أو بتاع الليزر أنا عايز رأس الغيت عندي اللي هو اتجاه المسئة اللي هو هيبقى فيها مكان طري هبدأ من الانحضار ده لحد دي للأرض عند المصرف في النهاية هيكون الانحضار 5 إيه سنتيه يبقى هيبدأ مزيره لحد إيه انحضار 5 سنتيه هناك في المية فده هيسبب صرايان المية أو المكانة بتاعتي ما تشتغل على رأس الغيت أو هفتح الاناية بتاعتي هتبدأ المية مية الرأي في الصرايان الطبيعي بتاعها في اتجاه دي الأرض وتزئي بالنظام اللي انت هتكون متابعه حسب نظام التسوية إذا كان الرأي على يد واحدة أو على يدين أو رأي على النازل أو رأي على الطالع حسب المصالحات برضو اللي احنا هنشوفها وطريقة الرأي اللي احنا هنعرفها بعدين من خلال دراسة الوحدات المختلفة معنا طيب النقطة اللي بعد كده ديت صورة بتوضح لي شكل الأصابية دي شكل الأصابية اللي جرب بيشيل بجرها اللي هي بتعملي عملية إيه التسوية الأصابية ديت فيها الأصابية الهيدروليكلية الهيدروليكلية اللي هي البلدية من غير العمود بتاع الليزر الأصابية ديت لو شلت عمود الليزر من عليها أنا هشغلها أصابية إيه عادية أقصب بها عادي ولكن لو حطيت عمود الليزر وشغلت جهاز الليزر وده هنعرف وهنشوفه مع بعض في التسوية يبقى إحنا كده عملنا إيه عملنا تسوية بالليزر يعني الإصابية اللي حضراتكم شايفينها مع الجرار ديت بتصلح إيه للغراضين معاي الألات المستخدمة في عملية التسوية إيه هي الألات المستخدمة علشان أنت تختار آلة معينة تجري بها عملية التسوية لابد أنك أنت تعرف إيه أنواع الألات ديت فالألات ديت إيه اللي انت تعرفها تعالوا هنشوفها مع بعض الصور تعرفنا اكتر ومن خلال الصورة حاول تحفظ شكلها وترسمها في دماغك تطبعها بحيث ان النموذج ده لو مش موجود عندك في المدرسة يبقى انت عرفته لو شفته في اي مكان تقدر تتعرف ايه عليه الصورة الاولى ديات بتوضح لعملية التطوير ما بين عمليات التسوية من ايام الفرعنة الكدماء المصريين حتى وقتنا ايه الحالي ركز معايا هتلاقي التسوية كانت تسوية ايه يدوية وبعد كده استخدموا فيها الحيوانات في عملية ايه التسوية باستخدام بعض الالات لحد ما دخل معنا ايه الجرار بايه بالقصبية الصورة ديات اول صورة بتوضح لعملية تطوير عملية ايه التسوية في الالات ايه بالالات المختلفة سواء كانت لواطة او قصبية او استخدام ايه اليد في عملية ايه التسوية النموذج اللي بعد كده الات تنعيم مركض البزرة انا دلوقت الارض عندي انا حردتها وكان المحصول اللي انا كنت زرعه كان محصول بقولي دائما بعد المحاصيل البقولية والمحاصيل متعمكة الجزور زي القط لما قعدها حردت دايما الارض بتطلع عندي ايه الائيل فيها مدر ايه كبير طيب انا ماينفحش خطط وسوي والارض فيها ايه الائيل والمدر الكبير فانا ببدأ اعمل لها عملية ايه عملية تنعيم ففي حاجة بنعم بها اسمها ايه المرديس او عملية ايه التكسير او التنعيم باستخدام الاستوانات زي حضراتكم ما شايفين معايا في الصورة بتاعة الجرار ده والاستوانات اللي هو جرارها ورا فعملية ايه التنعيم قال التزحي في الارض اللي هي المرديس دي بتقوم بتكسير وكبس بتكسير وكبس حبيبات ايه التربة يعني بتكسرها ايه وتجبسها بتحاول بتسويها الى حد ايه ما دي اسمها المرديس يبقى المرديس عندي بتقوم بعملية تكسير وكبس حبيبات التربة والمساهمة في عملية ايه التسوية الصورة اللي بعد كده القصابية الميكانيكية اللي هي الهايدروليكية القصابية ايه الميكانيكية دي البلدية اللي تشوفها عند اي فلاح موجود عنده ايه في الغيت او عنده اي ان كان عنده مساحة خمس فددين او عشر فددين وعنده جرار هتلاقي القصابية دي موجودة عنده ايه في البيت القصابية الميكانيكية والنموذج ده متوفر بكسرة في المدارس السنوي الزراعي على مستوى الجمهورية في قسم الهندسة الزراعية في قسم الورش هتروح هتتعرف على الآلة دي وهتشوفها موجودة عندك في المدرسة وبنسهل انك انت ايه تشوفها وتتعرف ايه عليها بحيث انها لو تعرضت عليك في بعض الاماكن بعد كده هتقدر تقول ايه هي ووظيفتها ايه وبنستخدمها في ايه الصورة اللي بعد كده اللواطة او التسوية في وجود الماء التسوية في وجود الماء بتتم في زراعة الارز والبرسيم بمعنى ان انا وقت زراعة البرسيم باضطرق املى الارض كلها ايه مية علشان انا بزرع البرسيم على اللمعة فبالتالي بيتكون عندي على سطح التربة عمود مية من 5 الى 10 ايه سنتي مع عمود المية اللي هو ظهر ده هتبدأ تظهر معايا الارتفاعات والانخفضات اللي انا ما كنت شايفها بعين المجردة يعني انا ممكن في الارض كده لو بسيط بعيني اشوف الارتفاعات والانخفضات او الحد عالي او الحد ايه منخفض ولكن اذا كانت الارض عندي مش قادر اميز بعيد المجردة في وقت زراعة البرسيم او الرز اول ما قابل الارض مية هتبدأ تظهر معايا الاماكن العالية ايه والوطي فبالتالي اول ما تظهر معايا كده استخدم حاجة اسمها اللواطة بسحب بيها الطين مع المية وبتكون سهلة من الاماكن المرتفعة الاماكن ايه المنخفضة دايما اللواطة التسوية في وجود الماء بتتم اثناء زراعة محصول البرسيم المصري او محصول الارض طيب الصورة اللي بعد كده بتوضح ليه التسوية بالليزر ادي الجرار ومعها القصابية شبيهة للقصابية اللي احنا شفناها في اول نموذج ودي العمود ليها ودي الجهاز جنبها جهاز ايه الليزر ليه لانه بيشتغل وجهاز الليزر من فوق ليه اربع اتجاهات بيتسمى اربع شبابيك لما يبدأ يشتغل ويبدأ في الدوران بتاعه هيديني علامات واشارات بتوصل للجرار عن طريق جهاز تاني بيبدأ يرفع وينزل الصابية اوتوماتيك من الاماكن المرتفعة الاماكن ايه المنخفضة علشان تتم تسوية ايه الارض وفي ملحوظة عندي استخدام الليزر في الوقت ده لابد التأكد من قفل جميع شبابيك في الجهات اللي الجرار مش شغال ايه فيها ليه يحسن يكون فيه ليزر شغال تاني في منطقة قريبة مني ويبدأ يلقط اشارات فتبدأ الاشارات ايه تسوي عندي ايه بالغلط لانه واخد اشارة ايه جهاز تاني او ليزر ايه تاني فبالتالي على الجرار يبدأ يقفل ايه الشبابيك بتاعته في الاتجاهات المخالفة بيخلي الشباك نحي بتاع الجهاز نحية ايه العمود او نحية الجهاز اللي هو شغال ايه عليه فقط لغير عشان ما يحصلش ايه خلط بين الاشارات لو فيه مزارح تاني قريب مني بيسوي بالليزر ايه ولا حال طيب هنشوف مع بعض ده فيديو هيوضح لنا عملية التسوية باستخدام الليزر الليزر موجود هناك على الحد ما بين الارض المزروعة والارض المحروطة وديه القصابية وده عمود الليزر واضح معنا هو اللي هو ايه على القصابية ويبدأ الجرار ياخدها بالطول وياخدها ايه بالعرض عايزك تركز معايا في الفيديو كويس علشان خاطر هتحكم على جودة التسوية من الصور اللي انت بتشوفها دي ازاي تحكم على جودة ايه التسوية اطبع صور دي في دماغك كويس علشان منها العلامات ومنها الحاجات اللي انت هتبدأ تحكم على جودة التسوية ايه بيها ركز معايا شوف سير الجرار شوف الجرار القصابية وغد الطراب ازاي قدامها وهو ايه شغال الاصابية وضع الطراب وبتبدأ تفضي في الاماكن ايه المنخفضة وهو شغال معي وده عمود الليزر اللي هو متعلق على الاصابية كان واضح جدا بجانب العمود الاساسي اللي هو على الحد ايه التاني في الناحية التانية اللي هو ليه شباك لونه ازرق فوق او الجهاز لونه ازرق هيبان معانا ايه في الصورة زي حضراتكم ما شايفين دي عمل ايه تسويق ادي الجهاز معانا هو اللي هو هي فوق على الجهاز موجود والعلامات بتاعته ايه زرق اهو الجرار دلوقت قصد الجهاز جهاز الليزر اللي هو موجود ايه على الخط اللي هو بيوزن لي الارض معايا علشان اسوي الانحضار المطلوب الخاص في عملية ايه التسوية يبقى زي ما شفنا مع بعض الفيديو ده وضح لي عملية التسوية بايه بالليزر عملية التسوية بالليزر ان شاء الله تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده مع بعض اللي هي خاصة بالفيديو علشان تقولنا في الصورة دي تنحفظ العلامات كويس والحاجات علشان هنحكم عليها على جودة التسوية من خلال الحاجات اللي احنا شفناها دي النقطة اللي بعد كده في الاراضي القديمة يوجد نوعان من التسوية الاراضي القديمة عندي اللي هي الاراضي الطينية فيها نوعين من التسوية ايه هم من نوعين التسوية في الاراضي القديمة اول نوع رقم 1000 التقصيب ان انا بعمل تقصيب للارض اول ما تيجي كلمة تقصيب انا كده باستخدم ايه باستخدم القصبية سواء كانت القصبية البلدية او الهيدروكلية وهي تسوية الارض الجافة عند ووجود ارتفاعات وانخفاضات واضحة بالعين المجردة اي تزيد عن 10 سنط يعني انا اقدر بعيني اشوف انحضار الارض اشوف المرتفعات وانخفاضات انا ناحية دجار الشرقي في حضين عالين ما بتوصل لهمش المية عند دجار الغربي في حضين منخفضين المية بتركن فيهم ابدأ ااخد الطراب انا بالقصبية من الحضين العالين للحضين ايه المنخفضين يبقى دي ات اسمها ايه تقصيب ليه لان انا قدرت اميز الارتفاع بعيني ايه المجردة ليه لان الارتفاع يزيد عن 10 ايه صنط يزيد عن 10 ايه صنط النقطة اللي بعد كده رقم به الطلويت اللي احنا شفنا صورتها وقلنا الطلويت ده بتتم اثناء وجود ايه وجود المية يبقى عملية تسوية بتتم اثناء وجود ايه الماء وهي تسوية تجرى في وجود الماء وذلك عند وجود ارتفاعات وانخفاضات لا تلاحظ بالعين المجردة اللي هي اقل من 10 سنتي ولا تكشف الا بعد اطلاق ايه المياه بالارض لتكون طبقة رقيقة فوق سطح الارض تكشف هذه الاختلافات وتستخدم هذه الطريقة عند زراعة الارض ايه والبرسيم يبقى عملية الطلويت من انواع التسوية تاني نوع من انواع التسوية في الاراضي القديمة بيتم في تسوية الارض الارتفاع والانخفاض فيها هي اقل ايه عن 10 سنتي وما اقدرش اللحظه بعين ايه المجردة وبيتم في وجود المية عند زراعة البرسيم وزراعة ايه الارض النقطة اللي بعد كده فوائد التسوية ايه هي فوائد التسوية ليه انت بتعمل تسوية انا لما اسألك سؤال اقولك انت ليه عملت تسوية الارض السندي هتجواب عليه هتقول لي ايه هتقول لي طبعا انا علشان الارض فيها ان حضار شديد او فيه ارتفاعات ومنخفضات شديدة طيب خواص الطربة عندي مش مزبوطة عايز احسن ايه خواص ايه الطرب فتعالوا نشوف مع بعض فوائد التسوية في النقاط اللي احنا هنسرتها مع بعض رقم واحد تسوية سطح الارض وضبط الميل المطلوب واتفقنا زي مع بعض ايه هو الميل المطلوب اللي انا الميل اللي انا بختاره او بحدده لانحضار ايه الارض بتحتي علشان خاطر سريان مياه الري علشان خاطر سريان ايه مياه الري حضرتك بتقطع الحوال اثناء الري المية بتدخل الحوالي وبتمشي بتاخد اتجاهته في بطن الخطوط او لو كان حوض مسطح من غير تخطيط فتبصت لايه المية برضو بتاخد سريانها ايه وبتمشي ايه اللي عمل ماشيان المية ده اللي عملها الحضار اللي انت ايه عملته اثناء عملية ايه التسوية او الحضار الطبيعي ايه الارض ولكن الحوض لو عالي عندك فيه مرتفعات اول ما هتقطع اطعط الحوض علشان تسقي اطعط الحوال هتلاقي المية تقف مش هتدخل ايه تكمل ري بقى الحوض او الحوض طيب تاني فايدة معايا احكام الري السطحي ووصول المياه بالجاذبية الارضية والميل المنتظم الى كل بقعة في الحق احكام الري ايه السطحي يعني انا مفيش حتة هتغرق عندي وحتة هتقطاش ايه عندي فبالتالي انا احكامت عملية ايه الري احكامت عملية الري السطحي اللي انا بس اخدم فيه ايه الالة يبقى احكام الرأي السطحي ووصول المياه بالجاذبية ايه الارضية والميل المنتظم الى كل بقعة في الحق النقطة اللي بعد كده تسهيل عمل الات الزراعة والخدمة والحصاد تسهيل عمل الات الزراعة والخدمة والحصاد ايه هي الات الزراعة اللي هي السطارة او البلنتر وعمليات الخدمة اللي هي العزاءة او السمادة والات الحصاد اللي هنا بستخدم فيها او استخدم المحشة التردودية او هستخدم المحشية ايه الدورانية كل الالات ديات اذا كانت الارض فيها مرتفعات ومنخفضات فانت مش هتقدر تستخدم الالات ديات بكفاية عالية خصوصا في اثناء حصاد الامح لو انا هستخدم كومبين وفي اماكن مرتفعة كومبين بالسلاح بتاعه وبالسكينة بتاعته هيبدأ ياخد من الاماكن المرتفعة تراب يخلطها لك مع ايه مع حبوب الامح فبالتالي وقت بيع الامح بتاعك السعر بتاعك هينخفض او هتاخد درجة ايه منخفضة لان موجود فيه طوب كتير وموجود فيه ايه اتربة يبقى من فواد التسوية تسهيل عمل ايه الات الزراعة والخدمة ايه والحصاد النقطة اللي بعد كده انتظام وتجانس نمو النباتات بسبب احكام ريها جميعا بحيث لا توجع بقع مرتفعة لا تصلها المياه او بقع منخفضة تتجمع فيها ايه المياه طيب انتظام وتجانس نمو النباتات شرح النقطة ديات انك انت لو زارة محصول دورة والارض مستوية لما توقف عند راس الغيد بتاعتك وتشوف الارض بتاعتك وانت واقف على حاجة عالية هتلاقي النباتات كلها مستوى واحد مصارة واحدة طول واحد حجم ايه واحد من بداية الغيت ايه لانها يتليل ان الارض عندك ايه مستوية ومنتظمة وعملية الرئي بتاعتها عملية ايه منتظمة اما لو كان في مشاكل ارتفاعات ومنخفضات في الارض بتاعتك هتلاقي الاماكن في الدورة بتاعتك اللي هي لم تصلها المياه النباتات ضعيفة وهزيلة ولونها ازرق غامق نظرا لعدم وصول مية الرئي ايه ليها طيب وعندك اماكن بقعة تانية هتبقى برضو النباتات بتاعتها ضعيفة وهزيلة ولونها يميل الى الصفرة نتيجة ايه للتغريق او تجمع المياه ايه ليها فانت بعينك المجرده هتشوف ايه ارتفاعات ونخفضات ايه في النباتات مش طلعة ايه مسطح واحد او مستوى ايه واحد بالنسبة ايه لعمليات ايه الزراعة بتاعتك اللي تمت الحكم على جودة التسوية علشان نحكم على جودة التسوية في بعض الحاجات لازم ايه نعرفها تعالوا نشوف مع بعض ايه هي ازاي هحكم بقى على جودة التسوية شوف معايا الصورة ديت وحنا شوفنا الفيديو بتاعت التسوية بالليزر وقلنا نركز ونطبع الصورة في دماغنا وفي مخنا علشان لما تساءل سؤال مباشر احكم على جودة التسوية او كيف يمكنك الحكم على جودة التسوية استرجع بسرعة الصورة اللي انا طبعها في دماغي واقدر احكم على جودة ايه التسوية شفت الصورة ديت وشوفنا الفيديو اللي فات ولاحظ الصورة والفيديو اللي فات اللي احنا شفناه في عملية ايه التسوية تعال نشوف صورة كمان شايفين الصورة دي في عملية ايه التسوية في بداية ايه موضحة لي حاجات تانية الحاجات اللي احنا شايفينها دي هنتكلم عنها في الحكم انا عايز بس في دماغك يتطبع الشكل بتاعي التسوية انا وانت دلوقت انا في الاستوديو وانت في البيت بعيد عن المزرعة لكن احنا من خلال الاستوديو وكانت مصر التعليمية جبنا لك المزرعة الحد عندك وانت قاعد ايه في البيت بتاعك فاخد المعلومة واتباحها في دماغك طبعة كويسة علشان تطلع فني جدير تطلع فني ايه جدير تعالوا نشوف بقى الصورة دي وضحت عملية ايه تسوية الارض بص معايا شايف شكل الارض عاملة ازاي شايف الجمال بتاعها بص الانحضار شوف الميول فيه ميول فيه ارتفاعات فيه منخفضات بعينك المجردة زي ما اتفقنا لو فيه اعلى من 10 سنتي هتقدر تفرقها اقل من 10 سنتي مش هتقدر ايه تجيبها تعالوا نشوف بقى الحكم على جودة التسوية اول نقطة من الصور اللي احنا شفناها رقم واحد استواء سطح الطربة الظاهر للعين المجردة يبقى الحكم على جودة التسوية اول حاجة ايه استواء سطح الطربة الظاهر بالعين المجردة اللي انا شايف ايه بعين وشفناه في الصور وفي الفيديو الحكم التاني وجود ميل منتظم في القرض من رأس الحقل إلى زيله يسمح بإتمام الري بسهولة زي ما احنا شفنا ان الارض كلها مستوية بياخد ميل بسيط حوالي 5 سنتين لنهاية الارض لو الارض كبيرة يبقى من 5 لعشرة ايه سنتين لو المساحات ايه كبيرة يبقى وجود ميل منتظم في الارض من رأس الحقل الى زيله يسمح بإتمام الري بسهولة النقطة اللي بعد كده خطوط سير القصابية مستقيمة اقول لي احنا شفناها في الصورة التالتة لما قلت لك خلي بالك في حاجات هنعلمها. يبقى القصابية لما بتمشي بتعمل لي بسكة. السكة دي بقول عليها سير. خطوط سير القصابية مستقيمة زي احنا ما شفناها ايه في الصورة. يبقى اول ما اشوف الارض متسوية عندي. وما كان القصابية ما كانت ماشية وعملها لسيور علامات صغيرة كده. ما بين بعضها ما بين اللي طلعة والراجعة. اقدر راح كن من خلال ايه النقطة دي. يبقى خطوط سير القصابية ايه مستقيمة. النقطة اللي بعد كده عملية التخطيط. ايه هي عملية التخطيط? احنا دلوقت لو دماغك اشتغلت ممكن كلمة تخطيط توديك اماكن تانية خالص. ولكن احنا لما نقصد بعملية التخطيط في اعداد الارض للزراعة هقول هنا انشاء الخطوط ايه والمساطب ايه لزراعة النباتات او زراعة الجوار ايه عليها. طيب ما ممكن واحد يقول لك ايه انا بخطط لحياتي بخطط لمستقبل ما هي كلمة تخطيط كبيرة. كلمة تخطيط ايه كبيرة? ولكن اللي يقصد بالتخطيط هنا في اعداد الارض للزراعة ان انا بانشئ الخطوط او المساطب حسب دوع المحصول ومسافات الزراعية للمحصول بتاعي. تعالوا نشوف تعريف عملية التخطيط مع بعض. وعليشان نقدر نحكم ايه عليها. عملية التخطيط هي عملية يقصد بها اقامة الخطوط بالابعاد المناسبة للمحاصيل التي تزرع على خطوط او مساطب وتحتاج في نموها الى مسافات ايه واسعة. والخط يتكون من ظهر الخط وبطن الخط والرشتين الجانبياتين. يبقى التخطيط ايه هو عملية يقصد بها اقامة ايه بالابعاد ايه. المناسبة ايه للمحاصيل. لما بقولك معدل تخطيط اتناشر خط في الاسطين. ده معدل ايه تخطيط. اللي انا باخد عليه الابعاد التي تزرع على خطوط او مساطب يعني ايه مصطبة? يعني خطين جنبه بعد بضم الخطين على بعض بخليهم ايه مصطبة لو عندي معدل التخطيط كان ستين عرض الخط عندي كان ستين سنتي اذا المصطبة هنا عرضها يكون مية وعشرين سنتي وتحتاج في نموها الى مسافات واسعة زي الزرة الشمية يعني مش زراعة كسيفة زي ايه زي البرسيم او الكتان او الشعير والارز والخط يتكون من ظهر الخط وبطن الخط والرشتين الجنبياتين بوصل شكل ايدي ده شكل الخط بالضبط اللي فوق من هنا ده ظهر الخط من هنا ومن هنا ده اسمها رشتين الجانبياتين الرشة الجانبية دي ورشة الجانبية دي لو انا زرحت عرشة دي الرشة الابلية على سبيل المثال بسميها الرشة العمالة الرشة اللي انا ما زرحتش عليها بسميها الرشة ايه البطالة المسافة ما بين الخط والخط اللي هي ديت في النص بتسمى بطن ايه بطن الخط لو انا خط تعرض الخط من نص البطن لنص البطن التاني يسمعها مثلا ستين سنتي لو اخدتها من نص ظهر الخط الاول. نص ظهر الخط التاني. هتقيس معايا حوالي برضو ايه? ستين سنتي حسب معدل ايه? التخطيط. يبقى انا هنا ايه? عرفت شكل ايه? الخطوط. بتبقى بغداة وشكل منحنات كده زي الجبال. ما بين هاوديان. هنا ظهر الخط. هنا جنب بي الخط. ده بطن الخط. الريشة اللي انا هزرع عليها لو الريشة الابلية والريشة البحرية بسميها ريشة عمالة. اللي انا هزرع عليها. الريشة اللي انا وزرحش عليها بسميها ريشة بطلة وهنعرفها مع بعض وهنشوفها مع بعض في الشرح بتاع تعال شوف عملية التخطيط قديما الفلاح المصري الأديم كان بيستخدم المحارات البلدية في عملية التخطيط خلي بالك الصورة ديت معانا بتهدف لحكتين ايه هم بتهدف لعملية زراعه وتهدف في المقام الأول لعملية التخطيط خلي بالك الفلاح ماسك المحارات البلدية هو وعلى يمينك على آسف على شمالك الأرض متخططة وعلى يمينك الأرض ايه لسه ما تمش ايه التخطيط والعمل اللي ورده بيبدر بزرح في وراء التخطيط فده بنتسميها عملية زراعة تلقيت خلف المحارات تلقيت خلف ايه المحارات بص معايا المحارات البلدية كان بيجروا حيوانات الحيوان دايما اللي كان من ناحية التخطيط بنتسميه حيوان جواني أما الحيوان اللي كان من ناحية الأرض اللي مش متخططة بنقول عليه حيوان براني ليه لان الحيوان الجواني دايما كنا بنخليه يمشي في بطن الخط اللي تم ايه انشاؤه علشان يزبط معايا الخط ايه التاني ويطلع الخط معايا ايه مستقيم علشان التعريفات دي كانت بتبقى مهمة جدا ولابد ان احنا نبقى ايه مصالحات عارفينها ان انا لو اعطت في الغيط اعطت في المزرعة اعطت مع ايه مزرع ايه فاللاح يبقى فاهمني واقدر اتعامل ايه معاه وتكلم معاه على موضوع الزراعة يبقى دي عملية تخطيط بالاستخدام المحارات البلدية دي هات عملية تخطيط في الصورة التانية بالاستخدام الفجاج او محارات رجل بطة يعني فيه واحد يقول له عليه الفجاج وهو الاسم ايه الاساسي وفيه محارات يقول له عليه ايه ناس يقول عليه رجل البطة لو رحت عندك في قسم الهندسة او قسم الورش وهتقول له عايز اشوف الفجاج هيورهولك لو معارفش الفجاج اقول له عايز اشوف المحارات ايه رجل بطة لان بيختلف من مكان ايه لمكان ايه في التسمية ديت بيتم بها عملية ايه التخطيط بالاستخدام الالة يعني انا انشأت الخطوط باستخدام ايه الجرار واستخدام ايه الفجاج طيب بص معايا في الصورة دية الصورة دية فيديو هيشتغل معايا وهنشوف عملية ايه التخطيط بص للجرار وهو ساحب معايا المحرات رجل البطة او الفجاج وكيفية انشاء ايه الخطوط وبيحتاج العامل يكون عامل ماهر او سواء ماهر ليه علشان خاطر يقدر يطلع بالطلعة بتاعته مزبوطة شايفين علشان لما اقول لك احكم على جود التخطيط بص معايا في الفيديو كويس شايفين الخطوط اللي عاملة ازاي مستقيمة الخطوط ايه مستقيمة المسافة بين الخطوط متساوية لا توجد عليها مدر او الائيل علشان ده هنحتاجها في عملية الحكم على جود ايه التخطيط مش احنا قلنا لك قناة مصر التعليمية هيجيب لك المزرعة وانت قاعد في البيت واده المزرعة معاك هي موجودة معانا عشاشة وجرار ايه شغال ده الفجاج معانا اللي هو المحارات رجل بطة وبينشئ عملية ايه بيجري عملية التخطيط وهنعرف مع بعض معدلات التخطيط لكل ايه محصول من خلال دراستنا للوحدة ديه ان شاء الله ومخرج التعلم ده النقطة اللي بعد كده ما ينبغي مراعاته عند اجراء عملية التخطيط ما ينبغي مراعاته عند اجراء عملية التخطيط ايه اللي انت الحاجات الواجب اتخاذها لما تيجي تجري عملية ايه التخطيط بتاعته اول حاجة ان تكون الخطوط عامودية على اتجاه الميل في الحقل اي موازية للقناة الرئاسية المستديمة ان تكون الخطوط ايه عامودية على اتجاه ايه الميل يعني ما تكونش اطعى الميل لانها لو اطعت الميل المية هتركن فيها تبقى عاملة خطوط قدام المية عبارة ايه عن سد يبقى ان تكون الخطوط ايه عامودية على اتجاه الميل في الحقل اي موازية للقناة الرئاسية المستديمة ايه قناة الرئاسية المستديمة القناة الرئاسية المستديمة اللي احنا بنقول عليها بالبلد كده الفحل والفحل ده بيبقى على يمين وشماله الاني انا بعمل ايه الاني يبقى الفحل ده قناة رئاسية في الحقل عندي بتتمل مية وابدأ بعد كده افتح الاني بتحتي على يمين وعي الشمال وابدأ عملية ايه الرئي يبقى اول حاجة ما يجب مراعاته عند اجراء الخطوط ان تكون عامودية على ايه على اتجاه الميل وموازية لقناة الرئاسية ايه الرئاسية طيب النقطة اللي بعد كده اقامة القنوات الحقلية عامودية على اتجاه التخطيط وفي اتجاه الميل في الحقل وذلك لتكوين الشرائح أنا دلوقت هعمل الأونية بتاعتي هابدأ أقطع وأشتغلها وتكون عمودية على اتجاه التخطيط عشان تطلع معنا عملية الأونية ونشوفها وبرضو احنا هننقلها لك عن طريق الشاشة بتاعتنا شاشة كنات مصر التعليمية وهتشوف الحاجات دي النقطة اللي بعد كده أن يتناسب عرض الخط مع المحصول المنزرع ولكل محصول معدل تخطيط مناسب إيه ليه يبقى أنت تناسب عرض الخط مع المحصول إيه المنزرع ولكل محصول معدل تخطيط مناسب إيه له زي ما اتفقنا الزورة الشامية بيقول مثلا 12 خط في الأسابطين مثلا 10 خطوط في الأسابطين هنعرف المعدلات ديت إيه مع بعض من خلال دراستنا المخرج التعليم ده النقطة اللي بعد كده تقسيم الشرائح أو الفرد إلى أقسام صغيرة تسمى الحوويل كل حوال عبارة عن عدد من الخطوط تحدد بروباطين يوصلان بريشة القناة والبتنة يعني أنا هقسم الشرائح بتاعتي وهبدأ أسمها الحوويل الصغيرة إيه هو الحوويل الصغيرة أنا وأنا بحوض أو أسمت تحت إيه ضهر الخط كده مع إيه الأونية علشان أعمل الأناية هعد مثلا 7 خطوط 1 2 3 4 5 6 7 والثامن ده هسيبه إيه شابك مع الأناية ده بسميه رابط بسميه إيه رابط علشان يقفل إيه الحوويل وابدأ من بعدين أعد يبقى أنا كده بقسم إيه وأنا بقسم وأعمل التحويل بتاعي بقسم إيه الحوويل وآجي ما بين أناية وأناية في الشريحة باخد بيتنا في النص بسميه طاش أو إيه عملية التبتد يبدأ يقسم لي إيه الأرض عندي تأسمت لشريح إيه وفورت بقول على الأناية ديت فيها فردة يمين وفردة إيه شمال تعالوا نشوف مع بعض العوامل التي تحدد مساحة الحوال علشان تعمل الحوال وتجرى عملية التأسيم إيه هي العوامل التي تحدد معك مساحة إيه الحوال تعالوا نشوف مع بعض رقم واحد قوام الأرض قوام إيه الأرض حيث يزيد حجم الحوال في الأراضي الطنية الأراضي الطنية هكبرها لها حجم إيه الحوال ليه هتشرب وهتحتفظ بالمية ولكن في الأراضي الصفراء الخفيفة والأراضي الرملية يقل حجم الحوال ليه لأن أنا هروي ريع الحامي يعني إيه ريع الحامي أنا عايز أقطع الحوال المية تلف فيه بسرعة هقفله إيه بسرعة علشان الأرض ديت ما تحتفظش بالمية بتاعتها فأنا لو سبتها تشرب براحتها هيحصل فقد كبير جدا عن طريق الصرف الجوفي ببطني الأرض لأن الأراضي الصفراء والأراضي الرملية قدرتها على الاحتفاظ بالمية إيه ضعيفة تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده حساسية المحصول للمياه حساسية المحصول للمياه فيزيد حجم الحوال في المحاصيل الغير حساسة للمياه والعكس صحيح يعني المحصول إذا كان بيتأثر بالراي أو حساس للمياه بصغر أو بقل الحجم الحوال على سبيل المثال محصول السمسم محصول السمسم من المحاصيل الحساسة جدا للراي إذا زاد عندك المياه وانت بتروي على حوال هتبصت لأيه بعد ما تخلص الأرض الحوال كله دبل عمل حاجة اسمها الزبول بدأ إيه يدبل من زيادة مياه إيه الراي فبالتالي في المحاصيل الحساسة للراي بصغر حجم الحوال والمحاصيل الغير حساسة للراي الحوال بيبقى كبير كمية المياه المتاحة طبعا أنا لما بروي بالحوال بقدر أتحكم في كمية المياه كمية المياه المتاحة فيزيد حجم الحوض عند وفرة مياه الراي المياه لو عندي ضعيفة لو أنا طر في مسأة في آخر المسأة بتوصل للمياه بطلوع الروح ببدأ أعمل حوال بتاحت إيه صغيرة علشان ما تاخدش معايا وقت إيه في الراي بحيث إن أي كمية ما يبتيجي أنا بشغل مكانة بتاعتي وابدأ أروي إيه الأرض بتاعتي يبقى كميات المياه إيه المتاحة فيزيد حجم الحوض عند وفرة إيه مياه الراي شدة الميول والانحضرات في الأرض حيث يزيد حجم الحوض عند قلة الميول والانحضرات طيب إذا إذا كان المياه عندي شديد فهعمل إيه فبقلل حجم إيه الحوض لأن أنا بتتابع نظام بقى نظام رأي اللي إحنا هنتكلم عليه اللي هو رأي عطالع أو رأي إيه عن نازل أو رأي على يد واحدة أو رأي إيه على يدين ده اللي بيتحكم في إيه شدة الميول والانحضرات إيه في الأرض حيث يزيد حجم الحوض عند قلة الميول والإيه والانحضرات نظف نقطة اللي بعد كده نسبة الأملح في الأرض او نسبة الاملاح بالارض فيزيد حجم الحوال عند وجود ملوحة ايه الطربة لو الارض عندي ارض ملحية الحوض ايه في الحالة ديت ايه هيزيد فيزيد حجم الحوال عند وجود ملوحة ايه بالارض ليه هيزيد حجم الحوال علشان في الحالة ديت انا هتدي له كمية مية كتيرة علشان تصرف لي الاملاح اللي موجودة ايه في الطربة فبالتالي انا بعمل عملية غسيل ايه للطربة اثناء عملية ايه الارض يبقى نسبة الاملاح لو عندي الارض ملحية او في نسبة املاح علي انا بزود لها حجم ايه الحط علشان اصرف ايه الاملاح وياخد كمية ايه املاح ااسف ما هي كتير تصرف لي ايه الاملاح في بطن ايه التربة وتبعتها لي عن مجال انتشار وجزور في التربة مسح الخطوط واقامة الاربطة مسح الخطوط واقامة الاربطة اللي احنا بنقول عليها التأسيم او بنقول عليها بالبلد التحوين انا هحوض النهاردة يعني هقسم الارض بتحتي عن طريق بعد ما خطط اعملها ايه اوني وبطون ايه واحوض مسح الخطوط واقامة البطون ومسح الخط ده يعني ايه يعني انا عندي الخط بيبقى بعد عملية التخطيط اخد سيف لفوق طب انا مش عايز السيف فيبدأ امسح واقصر السيف ده بالفاس ايه بتاعي انا عام واخلي ظهر الخط ايه اه يشيل او اقدر امشي ايه عليه او يقدر يشيل ايه اجور تعالوا نشوف مع بعض مسح الخطوط واقامة الاربط تعتبر عملية مسح الخطوط متممة لعمليتي التخطيط والتقطيع لضمان وصول مياه الري السطحي الى انحاء الارض ايه كلها وكذلك لضمان انبات البذور ونموها كما ان تلك العملية تعمل على توفير مياه الري وضمان انبات البذور ونموها يبقى عملية مسح واقامة الاربطة دي عملية متممة لعملية التخطيط ايه والتقطيع تعالوا بص معايا في الارض دي كده دي صورة بدأ معايا لفيديو هيوضح لك شكل الحوال والارض بعد ما تقطعت ده الطاش او البتنة بص معايا ده الطاش او البتنة شايفين الخطوط متقطعة ازاي علشان تقطعت بالفاس علشان ننشئ ايه الحوويل بتاحت ده شكل البتن تم تلفيحه او مسحه عن طريق قطع الخط او قطع ظهر الخط ايه من ورا ده شكل الخطوط معانا احنا دلوقت رايحين بص معايا هنا كده دي شكل الاناية كده شكل الاناية بعد ايه بعد التقطيع تمام ده شكل ايه اناية يبقى اللي احنا شفناه في الصورة اللي فات كان ايه كان اسمه بيتنا واسمه ايه طاش لما تلاقيهم باتنين جنبه بعد كده وبينهم منخفض بسميه ايه اناية شايفين اللي احنا جايبينه ده دلوقت الكاميرا جابت ليه ايه الفحل قنار رأسية والقنار رأسية ادي اناية تانية صغيرة يبقى الفحل عندي هنا علي مينك في اناية وعلى شمالك في ايه اناية يبقى الرأي هنا هيكون عندي رأي ايه اسمه رأي على اليدين من خلال عملية التقسيم والتقطيع بقدر اتحكم على عملية الرأي بص معايا دي اناية وهنمشي مع بعض وهنشوف نعد الخطوط ونشوف تقسيم الخطوط علشان نوصل للخط اللي جاي ده اللي عند المدارة الصغيرة دي ايوان هي دي ده الرابط اللي احنا تكلمنا ايه عنه او الرباط اللي بيحدد لي مساحة الحوال يبقى المساحة اللي احنا مشينا قابلها ديت ده ايه حوال ما بعدها يبدأ حوال ايه جديد تاني بدأ معاها قصده هنا وهنا علية الدين حوال يمين وحوال ايه شمال وهذا حوال تاني بعد عملية قطعه وربطه عن طريق ايه اخر خط في الحوال اللي احنا بنعدها مجموعة ايه خطوط يبقى زي ما حضراتكم شايفين ده منظر الارض فيديو بيوضح لي لمنظر الارض بعد اتمام عملية التخطيط وعملية التأسيم ومسح ايه الخطوط نشوف النقطة اللي بعد كده فوائد التخطيط ايه هي فوائد التخطيط ليه انت بتخطط تعالوا شوف مع بعض ليه احنا خططنا ويه اهم فوائد هترجع لنا من عملية التخطيط رقم واحد ضبط المسافات بين النباتات ايه المنزرعة ضبط المسافات بين النباتات المنزرعة ليه انا بضبط المسافات لما اقول معدل التخطيط 12 خطف الأصابتين والمسافة بين الجورة والتانية 30 سنط اذا انا هقدر هنا احسب عدد النباتات في الفدان واحسب عدد الجور في الفدان عن طريق المساحة التي تشغلها ايه الجورة بمعلومية المساحة المسافة بين الخطوط والمسافة بين الجور بين الجور يبقى اول نقطة رقم واحد ضبط المسافات بين النباتات ايه المنزرعة رقم اتنين اتاحة الحيز المناسب لنمو النباتات التي تزرع على مسافات النباتات اللي بتزرع على مسافات هديلها الحيز المناسب لها بحيث نبات الدرة بيوصل ل2 متر او 2 متر ونص هديل الحيز بتاعه ياخد النمو بتاعه المناسب لها الرقم ثلاثة امكانية العزيق لازالة الحشائش الضرة التي تنمو في المسافات بين النباتات هقدر اعزة الخطوط دراع الخطوط سواء هستخدم الفاس عن طريق عملية العزيق او هستخدم العزيق باستخدام الالة رقم اربعة امكانية الترديم حول النباتات التي تدعيمها وذلك باضافة اتربة من الريشة البطالة الى الريشة العمال فانا اخد من الريشة البطالة وهسمد بيها النباتات على الريشة العمالة وزي ما اتفاقنا الريشة العمالة اللي تم الزراعة ايه المضافة للحقر طبعا المية هتمشي في بطني الخطوط مش هتركن في مكان فبالتالي هتوفر لي كمية المية اللي انا هستخدمها ايه في الري نقطة اللي بعد كده حماية بزر وبدرات المحاصيل من تأثير الجو كما هو الحال في زراعة ايه القطن يعني انا لما بزرع القطن في ايام الشتاء لان القطن ايه بيتزرع بدر شوية فانا ببدأ ازرع على ريشة الابلية ليه بزرع على ريشة الابلية عشان ريشة الابلية هتكون اكثر عرضة لاشيعة الشمس فبالتالي هيحصل تدفئة للجورة بتاعت وهتحصل تدفئة ايه للبادرات فالمحصول عندي ايه ما يتأثرش عرفت الفوائد بتاعت ايه التخطيط النقطة اللي بعد كده تسهيل مقاومة ايه الافات ان انا اقدر اقاوم الافات بتاعتي باستخدام مطور الراشة واستخدام السيبرسيري اللي هي الرشاشة ايه الظهرية ان انا همشي في بطن ايه الخطوط او هضيف السماد وانا ماشي ايه في بطن الخطوط سواء هضيفه سرا او نسرا او تجبيشا بجوار ايه النباتات النقطة اللي بعد كده بقى يلا احكم يا باشا على جودة التخطيط كيف يمكنك الحكم على جودة التخطيط وهي وده محور محور ايه المخرج بتاع التعلم مع التسوية شوفوا الصورة معايا دي شكل الخطوط زي ما شفنا الصورة في التسوية وقدرنا نحكم عليها من خلال الصورة هنشوف التخطيط تعالوا نحكم على التخطيط الحكم على جودة التخطيط ان تكون الخطوط بالعرض المناسب لحجم المحصول النامي وتكون مستقيمة ومتوازية ان تكون ان يكون اتجاه الخطوط في اتجاه هبوب الرياح علشان الرياح تتخلى لها وما يحصلش رقات ايه للنباتات حتى يمكنها تخلى الخطوط النباتات دونين تسبب ايه رقامها ان تكون الخطوط عمودية على اتجاه الميل والانحضار في الحقل وكذلك عمودية على قنواتي الحق أن تكون الخطوط متساوية في العرض والعمق زي ما شفناها في الصورة خمسة أن تكون الخطوط من الشرق إلى الغرب في المحاصيلة التي تزرع في شهور البرد مثل القط ويتم زراعة التياوى عن ريشة القبلية الدافئة بفضل أشعة شمس ساقطة عليها فيساعد ذلك على إنبات ونمو النباتات معدل التخطيط ما هو معدل التخطيط؟ قلنا هو عدد الخطوط التي يقوم في القصبطين طول القصب الوحدة 355 سنتي يعني القصبطين طولهم 710 سنتي المعدل يتراوح من 10 إلى 14 خط في القصبطين وعلى سبيل المثال في المحاصيل الحقلية محصول الزرع الشمية معدل التخطيط 10 خط في القصبطين تكون المسافة بين الخطوط 70 سنتي طيب المحصول اللي بعد كده محصول القطن معدل التخطيط 12 خط في القصبطين وتكون المسافة حوالي 60 سنتي طيب اللي بعد كده محصول الفول البلدي والسمسم والبصل معدل التخطيط 14 خط في القصبين تكون المسافة 50 سنتي التقييم المطلوب من حضرتها في الوحدة دية انها يتم تقييمك وفقا لمعايير الاداء المطلوبة واللي احنا شرحناها يتم تقييمك يتم تقييم وفق المعايير الاداء الاتية واحد اختيار الالات المناسبة للتسوية والتخطيط وفقا لنوع التربية والمحصول يحكم على كفاية اجراء عملية التسوية وفقا للمواصفات دي معايير الاداء لمخرج التعلم رقم 2 يحكم على كفاية اجراء عملية التخطيط طبقا ايه لشرطها قدلة التعلم ايه هي قدلة التعلم قدلة التعلم اللي انت هتقدمها رقم 1 يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اسئلة شفاهية للمخرج رقم 2 للمعايير رقم 1 المعايير رقم 1 اللي هو يحدد الات التسوية والتخطيط ده هيحتاج دليل ايه تساؤل سواء كان دليل تساؤل شفاوي وتحرير ولكن في الوحدة دية انت حضرتك هتقدم دليل تساؤل هيتطلب منك تقديم دليل تساؤل شفاوي يعني هتسأل فيه شفاوي يعني اجابة هنا ايه شفاوي رقم اتنين يلزم تقديم بطاقة مراجعة اللي هي مراجعة منتج للمخرج رقم اتنين للمعيار رقم اتنين يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اختبار تحرير المخرجين رقم واحد واثنين للوحدة ايه ككل يبقى احنا كده عرفنا ادلة التعالم اللي انت هتتقيم عليها هم تلات حاجات هتقدمهم هتقدم دليل تساؤل شفاوي هتسأل فيه شفاوي هتقدم بطاقة مراجعة منتج هتقدم دليل تساؤل هتمتحن فيه تحريري بعد نهاية الوحدة يعني هتمتحن فيها المخرجين المخرج واحد ومخرج ايه اتنين يبقى احنا كده مع بعض وصلنا لنهاية وحدتنا اللي هي وحدة اعداد الارض للزراعة وتكلمنا فيها عن مخرجين النهاردة اتكلمنا عن الحكمة عن عملية التسوية والتخطيط وازاي بنقسم ايه الارض بتاعتنا يبقى انت كده الوحدة التانية عندك اصبحت وحدة كاملة وان شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم عن الوحدة التالتة وهي وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الاعلاف الخضراء وهو محصول البرسيم المصري يبقى كده احنا مع حضراتكم النهاردة وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ونقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم